نروح بعد كده عايزين نتفرج على تميمة كأس أمم إفرق عارفين طبعاً أنا وتم الكشف عن التميمة في احتفالية مبسطة حضارها طبعاً سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشوف مع بعض هذا الفيديو صوتاً وصولاً نشكر سيادتك طبعاً لتسريفك النهاردة المكونات المنظومة يا فندم وبارعاً تسجيل على الموقع الإلكتروني إصدار وحجز التذاكر كل ده إلكترونياً إدارة المباريات من النتائج وكل ما له علاقة بالتقارير الدفع الإلكتروني يا فندم كل الدفع هيتم إلكتروني طبعاً فيه أبشن للدفع الكاش بس طبعاً الدفع هيتم كمان إلكتروني مراكز الطباعة المجهزة بالكامل والبوابات الإلكترونية وطبعاً فيه مركز خدمة عملاء بالثلاث لغات العرب إنجليزي فرنساوي والموقع كله طبعاً بالثلاث لغات عشان طبعاً الأجانب والأفارقة وكده الفين اي دي حضرتك اللي هتستلمو اليوم هو تاني فين اي دي بيطلع في العالم روسيا بدأته احنا تاني دولة في العالم نطلع فين اي دي بل بالعكس احنا طورنا فيه كمان وزودنا بعد السمات الأمنية وبعد السمات التكنولوجية فبقى أحدث فين اي دي اعتبر في العالم ونتمنى ان شاء الله دول كثيرة تاخد نفس الخطوة دي احنا نضع الفين ديم طبعاً فيه بر كود بيبقى عليه الرقم ويبقى عليه بيانات كل شخص وده مربوطة فان ديم كمان بالتذكرة نفسها بتذاكر المباريات والباردو التذكرة فيها فان ديم شريحة زكية مكودة بستأذن سيادتك فان ديم ان سيادتك تستلم اول فين اي دي ان شاء الله باسم سيادتك سيادة الرئيس ألف مبروك يا فاندم أول فان اي دي دكتورة الأمم الأفريقية 2019 وتستارة مبارات الافتباح عدرتك احنا اخترنا تميبة البطولة وفكرنا في دوت عن خاامون الشاب الزهبي قرأة اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت شهدها اكتر من مليونة على مستوى العالم حتى الصين كانوا يتابعوا القرع وده مهم جدا انه زي ما منتكلم على التاريخ نتكلم على المستقبل وتأذلنا حضرتك ان انا اقدم لحضرتك التميمة بتاعة البطولة تميمة فرعونية رائعة للغاية الحقيقة ومظهر مشرف جدا ودهور هذه التميمة في وجود رئيس الدولة ورئيس الوضراء وكل المهتمين نحن على مشارف بمشيعة رحمن بطولة مشرفة جدا 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 لمصرنا بشكل عام ولكرة القدم طبعا المصرية هذه البطولة هي بطولة كروية ولكنها ايضا تحمل جوانب سياسية هم جدا وجوانب سياحية هم جدا وجوانب اقتصادية هم جدا هي بطولة متكملة الاهداف والاغراض وبمشيعة الرحمن ستبدأ وستنتهي بكل خير ان شاء الله فيما يتعلق بالارادات المتوقعة من هذه البطولة وفقا لاخر الاحصائيات وبعد تخفيض تذاكر الدرجة الثالثة من 200 جنيه لمية وخمسين جنيه المتوقع حصيدة التذاكرة تبقى من خمسة لستة مليون دولار تقريبا يعني دخل في حوالي 100 مليون جنيه مصري حاجة ده كده بالاضافة لـ 20% من الجانب التسويقي لهذه البطولة بس الفضائي والرعاة والرعاة والاعلانات على الملعب والكلام ده كله من حق الدولة المنظمة بتاخد 20% طبعا فيه نظام تذكرتي اللي انطلق على المواقع بالفعل هذا نظام رائع جدا يبعدنا عن حكاية ان انت توقف بقى في طوابير وتحكيز تذكرة ونرجع زي زمان ودي السوق السودة ودي السوق البيضة والكلام ده كله انتهى هذا الامر انت بتخش الاول بتسجل بياناتك بتاخد ID فان يعني ID خاص بمشجع هذا الID اللي بتحطه على رقابتك بيسمح لك بالتواجد فيه ارجاء الاستاذ اللي انت بتروحه بتحكيز تذكرتك عن طريق هذا الموقع تذكرتي بتستلمها من اماكن كثيرة جدا تم تحددها في الموقع وكلها اماكن موجودة ومنتشرة في جمهورية مصر العربية بالكامل اتصور ان شاء الله باذن الله هذه الامور بتنقلنا كمان فيما يتعلق بالجانب الخاص بالتذاكر وحاجزها الى الدول المتقدمة يعني عايزين نقول وداعا بقى لشباك التذاكر مايصحش ونحن في هذا التوقيت من العام ودخلين على 2020 والدنيا كلها تطورت وتغيرت ان احنا يبقى لسه عم احمد وعم عالي وقفين بالدفاتر ماينفعش خلاص عندنا الكمبيوتر عندنا اللابتوب بتخش بتسجل اسمك وبياناتك تاك 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 بتروح لقرب حاجة قرب حاجة طبعا انتعارفين شركات الاتصالات كلها تبقى موزعة مش عارف ايه 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 فوري غيره 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 اللي هي متاحة على مستوى مصر كلها وبغزارة وبكثافة بسألة تبقى سهلة جدا 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 بشرط ان احنا نبقى فاهمين ان احنا بنحجز عشان نروح نشجع كرة قدم فقط لغير وكل شخص غير مسموح له باكثر من حجز على الموقع خمس تذاكر فقط لغير عشان ما جيش واحد يحجز لي بقى الف تذكرة ويخش على السودسودة والكلام اللي انتو عارفينه دا كله دا فيما اتعلق بمسألة بيع التذاكر اشتركوا في القناة